السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو ده مهم جدا ليك لو انت صاحب متجر او انت صاحب منتج او معاك انت حاجة عاوز تسوقها على السوشيال ميديا ومواقع تواصل الاجتماعي بس انا في الفيديو ده هتكلم على الاعلان الممول على الفيسبوك دلوقتي من خلال التليفون بتاعك تقدر تعمل اعلان ممول انا الفيديو اللي فات شرحت انك تعمل اعلان ممول على الفيسبوك من خلال الكمبيوتر اما المرة دي عم تطبيق مدير الاعلانات على الفيسبوك ولك كمان ازاي تقدر توصل للريتش اللي تحت ده باقل مبلغ ممكن وطبعا على حسب ميزانيتك طول ما يكون الوصول اعلى للجماهي لو انت مش فاهم اي حاجة او انت ما تعرفش تعمل اعلان حرفية للفيديو ده بعد ما يجي تخلصه وتتعلم ازاي تعمل اعلان على الفيسبوك دلوقتي تستخدم طبيق مدير الاعلانات معايا صبحة على الفيسبوك ويلا بنا كده نبدأ الفيديو انا دلوقتي هبدأ معاكم اعمل اعلان كده على الفيسبوك اول حاجة لازم تنزل تلت طبيقات معاك او الطبيق معنا جوال كروم وهناعرف ليه تاني طبيق معاكم الفيسبوك طبعا اللي عليه الصفحة بتاعتنا او الحساب بتاعنا اللي هنعمل عليه اعلانات تانت حاجة يكون معاك مدير الاعلانات او تطبيق مدير الاعلانات هجيب منين طبيق مدير الاعلانات ده من على جوجل بلاي او مدجر اي او اس ابحث بس على محرك البحث مدير الاعلانات ابدأ نزل مدير الاعلانات ده دلوقتي هنرجع تاني كده مع بعض علشان نفتح التطبيق واول حاجة بتسجل دخولك عبر حساب الفيسبوك وهيظهر لك العديد من الصفحات او الصفحات اللي هي موجودة عندك على الحساب بتاعه طبعا هنا يقولي تحديد الحساب الاعلاني وبكده انا حددت الحساب لو ما ظهر لكش يبقى عادي جدا دلوقتي بضعط على كلمة تم وبيبدأ يحولني للصفحات اللي هي عندي اكيد بقى انا عندي اكتر من صفحة بس ده حساب الاعلاني وهتلاقي بس هو الحساب الاعلاني الوحيد اللي معك طيب دلوقتي انا عاوز اعمل اعلان على الفيسبوك وبشكل صحيح اول حاجة بروح عندي على علامة الزائد دي وبختار الاعلانات اللي انا عاوزها او الاعلانات المناسبة لي دلوقتي انا اختار اعلانات بيتكلم مثلا عن التفاعل اهو خاص بالتفاعل سواء كان على الفيديوهات او المنشورات او كبيرا انت عاوز تعمل تسجيل اعجاب للصفحة او الاستجابات لمناسبة دلوقتي انا اختار عندي على التفاعل كده وبضغط عليها ضغطة واحدة انا بختار هنا حملة اعلانية يدوية للتفاعل عشان بيبقى كل حاجة هتعملها طيب دلوقتي بقى انا هستنى شوية لحد ما تفتح الصفحة معي تعالوا بيني كده بقى مروح لأول حاجة هنا بيقولك تفاصيل الحملة الاعلانية انت هيقولك كنا المزيد من التفاعل قل له ماشي اسم الحملة الاعلانية انت عاوز تضيرها او تخليها زي ما هي مفيش مشاكل لو انت هببيع منتج تكتب بس كده بيع منتج لو انت هتعمل اي حاجة تانية غير بيع منتج اكتب دي انت عاوز هنا تمام بعد كده بقى بترجع خطوة كده ورأ لكن الفئة الاعلانية الخاصة خليها له شيء زي ما هي ما تعملش اي حاجة الميزانية بقى تعالوا بنا كده ابدأ باول حاجة وهي الميزانية شوف الميزانية بتاعتك انت عاوزها آآ سواء كانت اليومية او الحملة كلها يعني الحملة كلها تقريبا بتبقى بحوالي تسعمية اربعة وستين او تلاتة وستين جنيه زي ما انت شايف كده لكن انا هخلي الميزانية بتاعتي يوميا آآ ممكن نقول ميت جنيه انا هبدأ معاك بميت جنيه انت عاوز تزود تشوف في اليوم بتاعك وعلى حسب طول ما انت بتزود طول ما الاعلان بيزيد معاك او الوصول نسبة الوصول بتزيد معاك اضغط ضغط كده على استراتيجية عرض الاسعار عندك هنا عدد اكبر هدف التكلفة لكل نتيجة الحد الاقصى لعرض الاسعار اختار بس العدد الاكبر زي ما هي كده طيب دلوقتي قال لي انا اخترت ميت جنيه هتعرف دلوقتي طيب انا ممكن اضيف خمسمائة جنيه عادي جدا بس انا ببدأ معاك من الصفر وانت ممكن تزود انت ورحتك او انت ومقدورك هي الميزانية بتاعتي طيب دلوقتي بقى برجع تاني خطوة كده بضغط على كلمة اتالي انا بقولي التحويل انت عاوز تحول اعلان ده ايه لتطبيقات يعني لو طبيق بيظهر تحته كده المساجر والواتساب والانستجرام ولي بتبع رسائل علشان الزائر او العميل يخش يتوصل معك بس انا من رأيي حاول نخليه يتوصل معك على المنشور من خلال التعليقات اضغب بس كلمة تعالى في اعلانك يمكنك تشجيع الاشخاص على مشاهدة فيديو او تفاعل مع منشورك او بناسبتك اختار ده اعلانك ارجع وراء خطوة كده بقولك حدد الجدول الزمني انا من رأيي يفضل انك تخليها اربعة ايام وتحدد كمان تاريخ انتهاء الاعلان علشان الاعلان مايفتحش معك يسحب معك فلوس كتير طيب النهاردة خمستاشر في الشهر وقولك الساعة اتناشر تمانية واربعين ديئة برضو حدد تاريخ الانتهاء وقوله بعد اربعة ايام يعني هنخلي هنا يوم تسعتاشر وكمان هنا هنخلي التاريخ زي ما هو مكتوب كده قالك الساعة اتناشر تمام تمانية واربعين ديئة مساء ممكن تخليها زي ما هي كده تضغط على موافق وانت كده حددت الاعلان من تاريخ البدء لتاريخ الانتهاء علشان ما يسحبش معك اكتر طيب حدود انفاق المجموعة الاعلانية سيبها زي ما هي وارجع كده وانا خطوة بقولك كده الجمهور وتعالوا هنا لاهم حاجة لازم تكون معنا الجمهور الجديد بقولك كده لا سيبك اختر جمهور ببيت او انت عاوز تحدد الجمهور بتاعك ممكن تعمل تعديل للجمهور وتكتب في مصر او المنطقة اللي انت عاوز تنشأت تودي فيها الاعلان يعني لو جدك تب مصر وضعت عليها يقوم محدد لهنا الوطن بتاعي او الدولة بتاعته طيب دلوقتي انا مش اعاوز مصر ان انا اعمل فيها الاعلان يعني مش عايز اعمل اعلان في مصر كلها اعاوز اعمل في منطقة معينة بارجع كده وارأ خطوة وقول له ولنفترض ان انا هعمل في القاهرة بس yay محافظة القاهرة بس تمام? بعد كده يختر هنا قاهرة في مصر متضغط على القاهرة هو مش هيعملك توجيه لكن انت بكده انت حددت منطقة القاهرة بس انت بتسوى المنتج او بتسوي الاعلان بتاعك هيظهر للمسكن او معهوم حسابات فيس بوك على القاهرة بس. طيب. دلوقتي انا لو حبيت ان انا امسح حاجة من دول. انا عايز في مصر كلها. امسح القاهرة. وارجع تاني او ما حدد مصر كلها. تمام? حفظ. يبقى انا كده حددت مصر. طيب. استبعاد المواقع. خلي بالك انت كل ما بتيجي تمشي معايا خطوة خطوة. كل ما حجم الجمهور بتاعني انا كان اتنين مليون ستمية. تلاتة مليون مية. تعالوا بينك ابقى نروح للاستهداف التفصيلي. يعني سبك من استبعاد هذا الموقع. خلاص كده احنا نحدد ده موقع معايا. الاستهداف التفصيلي بقول لك انا قم بتضمين المعلومات الديمغرافية او الاهتمامات او السلوكيات. اضغب بس على كلمة اضافة. تمام? بقول لك انا اكتب الاهتمامات او السلوكيات بتاعة العميد. طيب والله افترض ان انا هروح اكتب انا ببيع حسابات. انا الاعلان اصلا ببيع حسابات على منتجات او اه حسابات شات جي بي دي. منصة الزكاة الاصطراعي. انا هكتب هنا الزكاة الاصطراعي. زي ما انت شايف هنا المهتم بيها تقريبا مليون لمليون تمنمية وخمسين لمليون خمسمائة وتمانين او مليون خمسمائة وتمانين لمليون تمنمية وخمسين شخص. بضغط على علامة الزكاة دي اللي هي اضافة وقول له ايه تن او حفزه. طيب. يعني كده اخترت انا الزكاة الاصطراعي وتحط هنا. انا عاوز اضيف اكتر. يعني احط مثلا اهتمامات اكبر. انا بقى في اللحزة دي بروح عندي على جوجل كروم زي ما احنا اتفقنا وتروح عندك على ملصة الزكاة الاصطراعي شات جي بي تي وايه ساعد ما جدا. انا كده بتلو رسالة واتلو اقترح لاستهداف الاعلان. زي ما انت شايف كده. اقترح ليه استهداف تفصيلي في اعلان فيسبوك. انا بقى بيه حسابات على شات جي بي تي. قال لي هنا استهدف الناس اللي مهتمية بالزكاة الاصطراعي. واستهدف كمان الناس المبرمجين والمهندسين والمطورين والمهتمين بمجال التكنولوجيا. طيب انا هرجع اتاني كده. اشوف كده الاعلان بتاع الفيسبوك بتاعي. وانه هنا تعديل من جديد. قال لي هنا اهتمامات الزكاة الاصطراعي. بقول لك بيهتم مع بيه حوالي هنا عندك مية واثنشر مليون. اعمل لها اضافة. حاول تضيف بس تلات علامات اهم حاجة ما زالتش عن كده. انها هنا هنا هضيف التعليم. يعني هيهتم لهم اصحاب التعليم. علشان هيحتاجوا شات جي بي تي. اه في اه الدراسة بتاعتهم. هكتب هنا التعليم. زي ما انت شايف كده. هنا بقول لك ستمية خمسة وخمسين مليون شخص مهتم. خلي بالك بقى. انا عملت علامة صحة كده واخترت تلات علامات او تلات اهتمامات حاول ما تزودش اكتر من كده علشان ما يحصلش اي مشكلة في الاعلان. انا هضيف الرابعة وهي اهم حاجة وانت حاول تكتبها ونكتب هنا المتسوقون المتفاعلون. انا معاك سبعمية واحد مليون شخص مهتم بالحركة دي. دلوقتي انا بضغط عندي علامة صح وخلاص كده. طيب. دلوقتي بقى بنزل تحت هنا. وبختار الحد الابنى للعمر عندي هنا تمنتاشر لحد خمسة وستين. النوع او الجنس خليه الكل عادي. لو انت بتستهدف الرجالة بس اختار رجالي. بتستهدف النساء بس اختار نساء. انا اختار الاتنين لان الشغل او المنتج اللي انا هبيعي هبيعه مش محتاج ان انا احدد فيه نوع. طيب. هنا بقول لك كل اللغات. حاول تضيف لغة وتكتب هنا اللغة العربية. وهقول لك ليه دلوقت? انا اختار هنا اللغة العربية. وكمان هضيف معكم اللغة الانجليزية. انا احاول اخليها الولايات المتحدة الامريكية. ليه? بقى انا اخترت حاجاتي. طيب. ان لو انت مسك الفيسبوك وعامل للغة العربية هيازهر لاصحاب المسكين الحساب اللغة العربية. طيب انت لو حول فيسبوك للغة الانجليزية هيزهر برضو للناس اصحاب اللغة الانجليزية برضو في الوطن العربي. بغم بقى بعد كده على كلمة التالي. انا علشان يوجهني للصبحة بقى اللي هعمل انا في اعمل فيها الاعلان. طيب. هنا بقول لي الصبح اسمها هنا احمد علامي اللي هو باسم القناة بتاعتي. دلوقتي يقول لك اعدادات الاعلان. هتضغط عليها ضغطة كده. ممكن يقول لك هنا المنشور الحالي. ممكن تلاقيه انشاء اعلان. يعني ما احترر انت بين الاتنين. اكيد ما اختار المنشور الحالي. ويا ريت تكون انت رفع الاعلان او انت سابق ورفع الاعلان على الصفحة بتاعتك على الفيسبوك. دلوقتي اخترت استخدام المنشور الحالي وترجع وارك. هنا بقول لك بقى يعني بنشر انت عاوز على ايه? يعني هنيجي بننزل كده. نبص بصة كده على الاعلان. انت عاوز الاعلان الاولاني ولا التاني ولا التالت? ولا انه اعلان بالزبط. انا اختار الاعلان ده. اختار اول اعلان ده. تمام? خلاص كده. برجع ورا كده خطوة. زي ما انت شايف الاعلان اضاف عندي انا. بقول لك هنا تصميم الى اغيان. هنا بقى يظهر معاك موقع ويب. اختر بس كده لا يوجد مواقع ويب. علشان ما يزودش معاك في في نوس بتاع الاعلان او الحملة. بعد كده بقى بترجع ورا كده خطوة. تمام? بعد كده بتنزل على كلمة مراجعة. وبتستنى كده لحد يقول لك معاينة الاعلان وتشوف شكل الاعلان هيبقى شكل عامل ازاي? خلي بالك كده. لكنها ده شكل الاعلان على الكمبيوتر. وده شكل الاعلان على التليفون. زي ما انت شايف كده. وبترجع بقى كل بيانات بتاعتك. جدول الزمني الاعلان والجمهور. وكمان شكل الاعلان بتاعك. بعد ما تيجي تنتهي من انشاء اعلان على الفيسبوك. دلوقتي بتغطي على كلمة نشرك. وبيبدا يتحط في قيمة المراجعة علشان هيشوف هل الاعلان ده مناسب ان يتعمل فعلا اعلان على الفيسبوك ولا مش مناسب. هلا كده تم النشر الحملة الاعلانية بنجاح وبكده انت عملت احسن اعلان على الفيسبوك. وبكده ان شرح انتهى اتمنى يكون شرح عجبك. كانت طريقة انشاء اعلان ممول على الفيسبوك. ولو احتجت اي حاجة توصل معي في التعليقات هرد عليك ان شاء الله. واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير. مع السلامة.